السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بهاء هنكمل مع بعض وهنبدأ نبني في ERC 20 المين ERC مش 20 721 721.SOL تمام؟ دعونا ناخد بس البراجمة والحاجات الأساسية ناخد دول وعشان هنبدأ بقى نركز مع بعض شوية ERC 721 ماشي ماشي بصوا بقى نركز مع بعض احنا صبعاً الدلة الأساسية عندنا طبعاً في دولتك ترجوها الملف ده من الارسل من الاستقبال من الخلافة بس احنا عندنا الدلة الأساسية اللي هي اصلاً بتكاري تلك تمام؟ انتم عارفين طريق شرحي كما باجا اشتغل يعني مش بقول لكم احنا المفروض هنعمل متغارفزة متغارفز نبدأ نبني الـ function وكل ما بنحتاج نعمل مثلاً array أو map اللي هي static variables عموماً أو الحاجات اللي بنستور فيها بنعملها تمام؟ فأول حاجة خلونا نعمل function اسمها mint تمام؟ خلونا انشان تاخد دلوقتي دي المنت دي يعني اللي هي اللي بتسك يعني حتى ما في التانية سك العملة هنا بقى ما هيدي توقن برضه عملة بس دي اللي بتشتغل يعني دية اللي هي عاملة ودي طبعاً نخلي نوعها internal تمام؟ داخلية عشان ليورس منها بس هو اللي ياخدها تمام؟ تمام؟ ماشي خلونا كده اول حاجة في اللي function ماشي دي المنت طيب المنت هتعمل ايه؟ ماشي المفروض هنديها اخدوا بالكواب من حتة ان دلوقتي احنا هنعمل token او هنعمل ARC token وبعد كده هنبعته للشخص اللي هو بتاعه صح؟ فاحنا هنا هنحتاج ان احنا ايه؟ ندل الدلة دي انت التوكن ده هتبعتها المين ورقمها كان ماشي اول address بتاعها يعني اللي هو ال ID ماشي؟ فهنا هقول له ماشي يا سيدة عندك addresses addresses address 2 وعندك بردو UNIT 2,56 token ID تمام؟ يبقى احنا كده ادلت عشان تشتغل هنديها الحاجة ده راحة فين ورقمها كان والتوكن رقم مكامل ايدي بتاعها طيب تمام؟ طيب دلوقتي انا المفروض احفظه فين بقى مش انا المفروض كده احفظ يبقى عند لستة فيها كل الناس اصحاب التوكن تمام؟ تمام؟ يبقى المفروض هنا هنروح لستة هنا ما نقول لي هنحفظ addresses يبقى اي افضل حل عندنا اللي هو الماب صح؟ افضل حلول عندنا ان احنا نعمل له ماب مابينج تمام؟ ودي هياخد ايه بقى؟ طبعا احنا هنحتاج نحفظ الـ ID UNIT 56 تمام؟ والأدرس بقى اللي احنا قلنا عليه بالطيب بتاعه ودي طبعا هنخلى احنا بنشتغل دولة هنبدأ بالبرامبك ولا هنحتاج بنا نعملها هنعملها ودول ياسي دي توكن اونر مثلا اونرز هناك اسمها اونر بس في الدوكمنتيشة عادي احنا بنحاول هم حاجة نفهم الدواج ماشي UNIT 2 56 تمام؟ ماشي تمام؟ احنا هنا المفروض نعمل ايه بقى؟ المفروض هنا اول ما نعمل اونرز الدل ونديها التوكن بتاعها اول ما نديها الدلا ونديها التوكن بتاعها المفروض نروح نحفظها صح؟ نحفظها اللي انت عنك يا سيدي توكن اونرز اوف ايه اللي انت عملته ده بها ابو سيدي. دلوقتي انا المفروض هنا الشكل ده المفروض يطلع لي مثلا حاجة زي ده. طبعا توكن توكن اونرز هيساوي. المفروض مثلا. فنفرض اخليين اوبجيكت. ماشي. هيبقى مثلا هنا التوكن ايدي بتاع مثلا الحاجة اللي احنا عملناها دي. بالشكل ده كده. كده. هو رقم كده. تمام. بس لقى هو يقيند في كله ارقام دقيقة واحدة. هيبقى كده مثلا. رقم طويل كده. ماشي. ده بتاع اللي اعملنا مثلا واحدة مني. يا فهي. اعملنا مش نبقى ايز ما دول. او مش الاني منزل حيواناتي اللي احنا كنا عمنا تقريبا مش نخبر. المهم. فالمفروض يبقى كده. وده هيساوي. ده بتاع مثلا الادرس. اللي هو بتاعي مثلا اللي هو يا سيدي. خلونا نجيب ده مثلا. ماشي. هنا مفيش. هنا اهو. تمام. اهو. نجيب ده. يلا افتح تمام. هناخد الادرس ده. هو ده. ماشي. تمام. فالمفروض بقى كل واحد يبقى محفوظ بالشكل ده. خلونا نعلق فرادية ان هو قريه. طبعا ده مش ايه هو كده لازم يجيب ايه. ماشي. فالمفروض بقى يبقى عندي كتير من دول. يبقى عندي زي ده كده. كل واحد زي ده كده. فأنا بعد كده ما جسرش عني ان هتبقى دلة هديها التوكن. فيقول من صحب. ماشي. اه وبرضه يبقى عن دلة. بعد كده ممكن ان بنعملها اللي هو انت بتدره ده. لهو ممكن يبقى عندي اكتر من توكن كل بقى لك ده. المهم المهم فاهم ما حاجة تبقى فاهم من ده هتمشي ازاي. ماشي خلاص يا سيدي تمام معرفناه. تمام? ماشي. بعد كده بعد كده عندنا ايه بقى? اه احنا دلوقتي عندنا المفروض المفروض. يبقى عندنا توكن. يبقى عندنا اه اه توكن كاونت. ماشي? عشان انا قدرى اعرف من هذا اللي يبقى عليه من شوية. انا عايز اعرف الراجل ده عنده كم واحد. ان الادرس اللي انا جبته ده. خد نحطه هنا بره عشان لا واحدكتو. اه اعمله كده. الادرس ده عنده كم واحد. فلازم برضه هوميني خدنا نكتب برضه هوميني زيس ادرس. خلنا كده. هوميني زيس ادرس. هاز. توكنز. ها نعمل له برضه مابل. تمام. والمرة هايبقى ايه بقى? هايبقى ادرس ورق عكس اللي فوق. ادرس ويو انت. اتنين خمسة وستين. اتن ستة وخمسين. تمام? وبرضو برايفت. ممكن نسميه اويند توكن او ماشي. ما هو يعني كما واحد او توكن كونر اويند. ماشي يعني كل واحد معك اما واحد. من المفروضين بعد اما انا اروح ده برضو اروح ازود العدد ده و اضيفه على الادرس ده و ازود جروب واحد. ماشي? عشان لو هو موجود. اخد بالك بقى. بس احنا بعد كده الاول لسه هنبقى نعمل احنا نعملها في الاخر. لما نقول الاحتمالات الوحشة. تمام. ده انت عندك التوكن ده. هتقول له انت هنا هتقول له هو عايز الادرس ف هتقول له التوكن. هتعمل له ايه? المفروض هنا انت بتقول له ان انت هتاخد الرقم اللي موجود ده اللي هو جوا التوكن. اويند ده. ماشي وتزوده بواحد. تمام? بس يوجد طرقة اقل. عشان طبعا هو هيبقى بصفر و واحد. طبعا في طرقة جميلة جدا. تبقى له كده. بلاس وان. او بلاس يساوي واحد. تزود عليه واحد. تمام? فمش هي هي نفس اللي فاتح. فهيحضر الشخص ده في البتاع وله هو صفر هيبقى واحد. لو عمل توكن تاني يبقى اثنين تلاتة اربعة واحد كده. تمام? تمام. ماشي. طيب احد دلوقتي بقى يبقى عندنا هيبقى عندنا ان احنا هيبقى فيه طبعا ما بنعمل كده بمفكر بقى في الريقوير. احنا تمام كده شغلنا الدلة. الدلة دي مفتوحة. ماشي? في حاجة عايز اتكلم عنها قبل ما ابدأ احط هنا. اللي هي حاجة اسمها الادرس زيرو. فاحنا قلنا يعني مش ممكن انت تبقى عارفة او مش عارفة. الادرس زيرو ده بص اخد بالك. اول ببتعمل اي توكن في الدنيا او اي كنتراكت حتى بيتنا دي. بيروح يتحط في ادرس زيرو. المفتوط ده محطش يروح له. وطبعا لو الهاج قدر انه يغير الادرس اللي هيبعته ويبعت صف. فده كده نقطة يقدر يستغلها. بنحط اي ادرس تاني ويحاوله. فلازم نبقى عارفين في حاجة اسمها ادرس زيرو. ده كده اللي هو اول ادرس بيشتغل. فلازم نتأكد ان الادرس اللي جاي ده مش كده. طيب عايزينا وعايزك ابقى توردنا الادرس زيرو. طيب بص يا سيدي. فين دقيقة واحدة. احنا مبارح كنا عملنا كنتراكت صح. ده الدونيت. لا ده بتاع كورستين. ولا هو? لأ. طيب استان. او استان خلينا نفتحه كده. انا كنت بكاريته صح. ده دو مين انا كنت بكاريته. بص يا سيدي. ده كنتراكت اهو. عايزي برجك ونفتح كده كنتراكت من جوه. ده كنتراكت من انشاءه. ده اول عملية معمولة اهي كنتراكت كريشان. مجيك خلونا نفتح المهم بيبقى فيه اول ما بتكاريت اول كنتراكت. بيبقى الادرس اللي انت المفروض اللي بتاعنا بيبقى كله صفار كده. واللي هو اصلا زي رقم البلوك كده اللي في الاول بيبقى كل اصفه ده اسمه الادرس زيرو. تمام? ماشي. طيب ده احنا خلينا نعمل بقى احنا عايزين نقول له ان الادرس اللي جايلك ده اللي هو التو ده. ماشي. ماشي. نوت ايكول. ادرس. زيرو. طيب. ارجع يا ابني زي ما كنت. ماشي. طيب. ارجع يا ابني زي ما كنت. ماشي. طيب. طيب. تمام. في برضو حاجة تانية. ماشي. مش احنا دلوقتي ممكن ان التوكن ده يبقى متكرر. واحد عمل عملية مرتين. مش هنفطرد سوق النية. معنى اصلا ما نعمل كل الحاجة ده عشان الهاكنج. والمعلومة الهاكنج مش ان انك تدخل تيهاك حاجة اصدق او من غير اصدق تعمل حاجة مشكلة. فحلعزين نمنع اللي بقصد ومن غير اصدق. فلازم التوكن ايدي ده يبقى موجود صح? يبقى معمول. فهنعمل له ده اللي بقى المنفروض نحط الدخل جواه. هتوكن قدي بدل من الكتيب هنا. ترجع لك ايه? تقول لك هل هو ده موجود او مش موجود. طبعا لا هو مش موجود. اه تروح تيمين تتكمل. ماش موجود. موجود. لا ما تكملش. تمام. فهنوقف هنا. عشان ما نطولش الدرس. وتهم المرة الجاية. يا رب يكون الاعماليات واضحة. اه. لو انا وطيء ممكن نسرح شوية. او انتظرونا من حضر الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.